بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية طلبة الصف الثالث السنوي الزراعي مجال الانتاج الحيواني والداجني أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدواجن إن شاء الله في الحلقات الماضية ما كنا تحدثنا عن تركيب البيضة وقلنا أجزاء البيضة ومكونات البيضة ثم دخلنا إلى مرحلة تانية وهي مرحلة التفريخ فالتفريخ عندي فيه من نوعين فيه تفريخ طبيعي وفيه التفريخ الصناعي التفريخ الطبيعي اللي الأم بتكون بإجراء عملية التفريخ في أي وقت من أوقات السنة أو فيه أوقات محددة من السنة لكن التفريخ الاصطناعي أو التفريخ الصناعي بيجرى فيه أي وقت من أوقات السنة عن طريق مكينات التفريخ أو معامل التفريخ اللي هي موجودة عشان كده بنقول عليها تفريخ صناعي بدون وساطة الأم طبعا بعد عملية التفريخ والكاتكوت خرج من البيضة عن طريق عملية الفأس بعد عملية الفأس باستنى يوم او اثنين حتى يجف هذا الكاتكوت ان شاء الله النهاردة هنتحدث مع بعض ازاي بقى بنستقبل هذا الكاتكوت ويصل الى مرحلة عملية التسمين يعني ايه مرحلة عملية التسمين انت طبعا بالطبيعي في اللفظ الدارك بتقول ان ما اريح اجيب فرخة من عند الجزار او من عند الرجل اللي هو الفرارجي اللحظة دي مش اسمها فرخ التسمين اسمه كاتكوت تسمين لان لو ما اقول كلمة فرخة مع ما ذلك بتصل الى عمر اربعة شهور الى خمس شهور من النطج الجنسي لكن كاتكوت التسمين بصفة عامة او بدال التسمين بصفة عامة بيكون على خمسة وتلاتين يوم او اربعين يوم ولكن في الغالب يكون من اتنين وتلاتين لتمانية وتلاتين يوم بس بيرجع حسب السلالة وحسب نوع العلف وطريقة التغذية والمعاملات اللي بتجرع عليك كاتكوت من اول ما يصل عندك الى المزرعة الى ان ينتهي ويخرج الى كاتكوت كبير وزنه اتنين كيلو او اتنين ونص كيلو جرام ان شاء الله هنبدأ مع بعضنا مهاردة في انتاج بداري اللحم او بداري انتاج اللحم عبارة عن ايه بداري انتاج اللحم هو الدجاج الصغير اللي بيتراوح عمره من خمسة الى تمان اسابيع خمسة الى تمان اسابيع يعني معنى ذلك بتكون بيصل مدة التسمين حوالي ستة وخمسين يوم او اتنين وخمسين يوم من كلا الجنسات هذا كاتكوت بيكون وزنه من واحد ونص كيلو جرام الى اتنين كيلو ونص جرام ويكون لحمه طري وجلده ايضا مارن وفي نفس الوقت العظام الصدر وبتكون مارن وزائد ان الغدروف بيكون برضو مارن ما جيب اقسس المكان اللي هرب فيه هذا كاتكوت او هضع فيه هذا كاتكوت لازم يكون له مجموعة من المواصفات او مجموعة من الامور اراعيها عند اختيار المكان او الموقع اللي انا هرب فيه كاتكوت التسمين فالموقع المناسب لمزارع بداري انتاج اللحم بيكون فينك امور يجب اراعيها في هذا الموقع من حيث الانشاء انشاء المزارع ايضا من حيث المناخ اللي هو الموجود فيه المنطقة وايضا بيراعي مجموعة من هذه العوامل ايه هي عدم انشاء مشاريع الدواجن في المناطق الحرة والعالية الرطوبة يبقى لا ما انشئش مشاريع دواجن او مشاريع تسمين كتكوت تسمين لانه بيحتاج الى درجة حرة معينة بيحتاج الى رطوبة معينة فلازم انشئه في مناطق تكون معتدلة وما تكونش هذه الاماكن مرتفعة او عالية في الرطوبة دي اول شرط الشرط التاني بيفضل اختيار موقع كسير الاشجار حول المزرعة اللي ما هرب فيها كتكوت التسمين او مزارع التسمين بحيث ان الاشجار ديت بتظل للمكان فايضا بتلطف من درجة حرارة الجو وكذلك بتمتص ريحة الغبار او الاتلبة في هذه المنطقة ايضا بيفضل المناطق المعتدلة وتكون حركة الهواء بتكون جيدة يفضل في منطقة تكون فيها اتصال مواصلات يعني انا ما ربيش كتكوت تسمين او ما نشئش مزارعة كتكوت تسمين في منطقة عديمة انتشار عديمة المواصلات ليه لان المواصلات والحركة عشان بتساهل الطرق علشان خطر انما حركة دخول العرف حركة دخول الكتكوت للمزرعة حركة المستثمر وهو داخل حركة البياء البائع او المشتري اللي هو هيجي يشتري كتكوت التسمين يبقى فيه عندي طريق ممهد لمزارع التسمين كذلك ايضا بيفضل ان لا تكون الموقع على طريق عام لتقليل الدوضاع بمعنى ايه انا ما جيش مثلا على بعد مثلا اتنين بعد مثلا 150 متر او 20 متر وانشئ مزرعة التسمين على الطرق والمواصلات اللي هي مثلا محطة الكترات او الاخير من المواصلات اللي هي موجودة تقيلة عشان خطر عملية اللي هي الدوضاع او التخبيط في المواصلات على الطرق بيزعج الكتكوت اثناء عملية الاكل او اثناء عملية الاحتضان في داخل مزارع التسمين كذلك برضو متحاشى انتقال الامراض من المركبات ووسائل النقل العامة من المزارع الى اخرى اثناء المسكن كذلك نوع الارض يعني نوع الارض اللي ما هربي فيها او هنشئ فيها هذه المزارعة بتكون سهولة الصرف التكلفة الاستثمارية للارض برضو يكون غير مكلفة عدم تسريب المياه الجوفية او المياه الارضية الى خارج بطن الارض او سطح الارض ده كله بيأثر على او بيزود من تكلفة انشاء هذه المزارع كذلك توزيع المباني والعمابر والمباني الخدمة اللي هي بتقوم على احتضام كتكوت التسمين داخل المزارعة كذلك براع المساحة الكافية لكل مبنى وفق الغرض الذي يربى من اجله هذا كتكوت وارضا براع المسافات الضرورية بين المباني وبعضيها وكل جيادة التهوية كذلك المساحة الكلية لكل مبنى عدم زيادة مساحة الارض عن احتياجات المزارعة والتوسعات المستقبلية الجديدة اللي هي هتنشأ بعد كده في مزارع التسمين طيب كتكوت التسمين بصفة عامة له مواصفات بمعنى ايه انا عايز مثلا اربي كتكوت تسمين هل هربي اللي هو الهبرد هل هربي كتكوت اللي هو اربو ايكرز هل هربي اي نوع من انواع الكتكوت هل هربي الاش سي ال كل دي انواع مختلفة او انواع تجارية بالنسبة لكتكوت التسمين فكتكوت التسمين له مجموعة من المواصفات كياسية يعني ايه كياسية يعني مواصفات عالية وملتزم بيها طبقا للسلالة اللي هو استمبت منها هذا النوع او متعارف عليها هذا النوع بمعنى ايه انه يكون معامل التحويل هذه السلالة في حدود واحد الى اتنين في المية وذلك الاستلاك اقل كمية من العلف وبينتج اكبر كمية من اللح يعني ايه واحد الى اتنين في المية يعني كل اتنين كيلو من العلف بيديني كيلو واحد جرام من اللحم على وزن الكتكوت اللي هو موجود عندي يعني ان دي هتقدر تقول ايه تقول ان السلالة ديت او الكتكوت اللي هو موجودة عندك او هنسميها عشان كلنا متعارفين عليها بنقول الفرخ اللي هي موجودة عندك بتكون اتنين كيلو بالبداية كده تعرف ان الاتنين كيلو دول جايين من اربعة كيلو علف وممكن يكون اربعة كيلو وربعة او اربعة كيلو ومئتين جرام يبقى اذا معامل التحويل هنا بيكون واحد الى اتنين في المية ده المواصفات الطبيعية او المواصفات الكياسية للسلالة انت لقيت غير كده ان معامل التحويل الاقل يبقى ده يرجع الى حاجات كتيرة موجودة عندك وسائل الرعاية الموجودة التغذية الحالة الصحية نوع الكاتكوت اللي انت اصلا مربيه داخل المزرعة لكن انا بتكلم على سلالة كياسية بتكون واحد الى اتنين في المية كذلك في ايه تاني عندي يكون الترييش السريع بالنسبة على جسم السلالة يكون الترييش منتظم بمعنى ايه اول ما يبدأ ظهور عملية الترييش على كتكوت التسمين بيظهر على مؤخرة الجسم ومقدمة الجسم وباقت الظهر بيبقى عريان شوية في بداية عملية التسمين بمعنى ايه انت الكتكوت لسه جايبه صغير بتلاقي اللون اللي كتكوت لونه اصفر يعني بقول عليه اللي هو اللونه مقدر لسه الشعر اللي هو الطبيعي ما نضجش على جسم الكتكوت بينضج امتى بعد 3 ا4 ايام من دخول الكتكوت داخل المزرعة اما توفر له درجة حرم وعينة حوالي 34 ل 35 درجة مقوية اما توفر له نسبة رطوبة من 60 الى 70% الرطوبة دي موجودة بتساعد على ظهور الريش اللي هو موجود على الاجنحة ومقدم الصدر ومقدم واخر الجسم كذلك لون اللحم المفضل بالنسبة للمستهلك عموما اللي هو اللون اللحم الابيض المشوب بصفرة على جسم هذا الكتكوت ده تعرف من دلاء العمليات التسمين او ان السلالة دي جيدة في عملية التسمين شكل الجسم وحجمه واتساع الصدر بمعنى ايه؟ ان طبعا احنا عارفين ان الكتكوت التسمين بيكون مكتنز اللحم على مقدمة الصدر لو انت لقيت ان الصدر بتاع الكتكوت التسمين يبقى معنى ذلك ان الكتكوت ده هو سلالة جيدة او من ضمن السلالة اللي هي القياسية بالنسبة لكتكوت التسمين لو لقيت الصدر ضيق يبقى معنى ذلك ان هذا الكتكوت غير قابل لي عملية التسمين يبقى ده مش كتكوت تسمين ولا يصلح ليه انتاج كتكوت كتكوت التسمين كذلك سرعة النمو يعني وصول الكتكوت الى الوزن المناسب في مدة كام؟ تمام؟ برفع عليك احنا قلناها في البداية اللي هي حوالي ستة وخمسين يوم يعني قلنا من خمس اسابيع الى تمن اسابيع اللي هي مدة التسمين بالنسبة ليه كتكوت التسمين وبيستفاد من سرعة معدل النمو خصوصا في الاعمار الصغيرة لكن سرعة النمو هنا عندي بتتأثر في كتكوت التسمين بايه؟ بتتأثر بحجم البيضة هل الكتكوت ده هو نتج من بيضة ايه؟ تمام؟ برافو انت معايا احنا قلنا في عاملات التفريخ ان بيكون وزن البيضة من حوالي من خمسين الى سبعين جرام لو لقيت وزن البيضة اللي دخل عاملات التفريخ الاقل من خمسين جرام وقزب من سبعين جرام لا تصلح لعملات التفريخ فهنا كتكوت التسمين بيكون ناتج من بيضة وتوسط الوزن بتاعها قبل ما تخش عاملات التفريخ من خمسين الى سبعين جرام يبقى اول حاجة حجم البيضة بيأثر لي على معدل النمو وعلى سرعة التسمين وعلى سرعة التريش وعلى زيادة معدل النمو بالنسبة ليأكد كذلك بلاحظ ايه تاني؟ بلاحظ ان الجنس طبعا الزكور بتكون اسرع في النمو من الاماس كذلك النوع والسلال احنا اتكلمنا في البداية قلنا فيه عند انواع كتيرة للك تسمين فيه عند الهبر فيه عند الاربو ايكرز فيه عند الاش سي ال فيه عندي انواع كتيرة جدا للتسمين احنا ما نقدرش نفسع عنها لأن كلها دي اسماء تجارية وشركات تجارية بتستنبط هذه السلالات كذلك عندي سرعة التريش سرعة التريش ايضا بتأثر على معدل زيادة سرعة النمو بالنسبة لطائر التسمين يعني ايه كل ما كانت كانت تكون التسمين سريع التريش بسرعة مما يؤدي الى انه بيغطي جسمه وفي نفس الوقت انه بينتج اكبر كمية من اللحم يبقى ازا سرعة التريش بتأثر على سرعة النمو العوامل البيئية سواء كانت حرارة التغذية المسكن الرعاية الصحية كل دي كلها بتأثر على عملية التسمين او على كتكوت التسمين نفترض اني عندي السلالة كويسة جيدة وسلالة كياسية وانا بغزي كويس وفي نفس الوقت في عندي جزء من الامراض او الرعاية الصحية انا احملتها يبقى لا يصلح عملية التسمين او انت مش هتاخد عائد من نجاح عملية التسمين اللي هي موجودة عندك كذلك قلنا الكفاءة التحولية اللي هي معدل التحويل اللي هو واحد الى اتنين كيلو جرام يعني كل اتنين كيلو جرام من العلف بيدوني كيلو واحد جرام من اللحم اللي هي بالنسبة لطائر التسمين نسبة التصافي يعني ايه نسبة التصافي وفي حاجة اسمها نسبة التشافي نسبة التصافي هنشوفها دلوقت مع بعض بس لازم تفرق بين حاجتين هما يعني ايه نسبة التصافي ويعني ايه نسبة تشافي نحل مع بعضنا اللخز دوت ونتكلم مع بعضنا فيه نسبة تصافي انت ده ده بتروح جبت فرخة مسلا او جبتك اتكون تسميم من عند اللي هو الفررجي او من عند اللي هو اللي هو البقعة اشتريته لقيتها اتنين كيلو جرام وزي اناก لقيتها اتنين كيلو جرام لو انا جيت نزعت الريش ونزعت الرأس ونزعت الدم يعني ما انا زلك دبحتها ونظفتها بس ما فتحتش القلب اللي هو الداخلي بتاع كتكوت التسمين او الطائر جوه في هذه اللحظة بوزن الكتكوت ده هو انا كان عندي اتنين كيلو جرام وبوزن الريش وبوزن الدم اللي هو موجود الخارج والارجل وكل بيخرج من هذا الكتكوت قبل ما جوه في الفرخة يبقى مثلا تلع تلتمية جرام اطرح تلتمية جرام من الاتنين كيلو يبقى عندي التشافي عندي هنا عندي كيلو سبعمائة كيلو جرام بس مش كده كمان برضو تامي ده فيه تشافي داخل التشافي انا عايز اخلي بقى واحد يقول لي انا عايز ااخد فرخ مخلية يبقى دي هتخش فيه مرحلة تانية من مراحل التسمين نسبة التصافي عبارة عن ايه انا رسا متكلمين عنها وشرحتها بقولك نسبة التصافي وزن الزبيحة المجهزة بيسوي ايه وزن الطائر الحي انا اشتريت طائر حي كان وزنه اتنين كيلو جرام وزن اللحم والدم وزن الدم اسف والريش والاحشاء والارجل والرأس طلع تلتمائة جرام بطرح تلتمائة جرام من وزن الطائر اللي هو كان حي الاتنين كيلو يبقى عندك انت كده التصافي خلي بالك من اللفظ التصافي حوالي كيلو سبعمائة جرام فنسبة التصافي حبارة عن ايه بقى لو عمناها معادلة اقول وزن الزبيحة اللي هي المجهزة على وزن الطائر الحي وزن الزبيحة المجهزة يبقى تلعت كيلو سبعمائة جرام على وزن الطائر الحي اللي هو اتنين كيلو جرام وبضرب اقول في المية بقول مثلا نسبة التصافي بيديني حوالي تمانين في المية او تسعين في المية ولكن نسبة التصافي بتتوقف على ايه تمام برافو بتوقف على معدل السرعة النمو معدل السرعة اللي هي موجودة معدل التحويل الغذائي كمية العلف الموجودة الحالة الصحية للقطيع الرعاية الصحية بصفة عامة سواء كانت تحصنات او لقاحات او امراض كل الحاجات دي كلها بتؤثر على نسبة التصافي ونسبة التشافي ليه كتكوت التسميه فنسبة التشافي عبارة عن ايه احنا قلنا نسبة تصافي خلال دخلنا على حاجة تانية اسمها نسبة التشافي بجيب نسبة التشافي من نسبة التصافي اقول وزن اللحم الخال من العظم انا اخليت اللي هو الطائر اخليت اللي هو الزبيحة خلاص انا طبعا شلت الرأس وشلت الارجل والاشياء الداخلية وفدل عندي الزبيحة موجودة انا عايز اخد اكل في لحمة خلية بقى يعني ازا اخد لحم بس مش لحم خالي من العظم في اللحظة دي بقول عليها ايه تشافي انت بتاكل لحمة مشافية معنى ذلك ان وزن اللحم الخالي من العظم على وزن الزبيحة وبضرب في الني طب انا كان طلع عندي وزن الزبيحة كان طلع عندي كيلو سبعمائة جرام احنا لسه مازلنا مشغالين في هذا المسل كيلو سبعمائة جرام انا اخليت هذا الطائر اخليت اللحوم وفدل عند العظم بوزن العظم وبطرحه من الكيلو سبعمائة جرام بيديني في الاخر هي نسبة التشافي يبقى نسبة التشافي عبارة عن وزن الزبيحة اللحم الخالي من العظم على وزن الزبيحة المجهزة وبضرب في مية عشان يديني النسبة المقوية وبستدل على نسبة التصافي منين والتشافي منين ان الجسم يكون مستدير عشان خطر السلالة يبقى لازم كتكوت التسمين او طائر التسمين يكون الجسم مستدير زوء الفخد الطويل ده بيدل على نسبة تصافي عالية فيما بعد في نهاية عملية التسمية كذلك الاتساء العمق بتاع اللي هو الصدر او عمق الجسم وارتفاع الارجل والخلط يعمل على تحسين الصفات النسبة التصافي والنسبة التشافي بلاحظها بصفة عامة في الانواع الاصيلة اللي هي موجودة او الانواع اللي هي زيادة السلالات القياسية الجيدة في كتكوت التسمين او في طائر التسمين. طب انا عندي المكان جهزته بعيد عن وصادر المواصلات يعني باش على طريق عام باشرة لكن هو قريب بتحوالي اتنين كيلو لكن ما بلقاش على الطريق تمام اما جهزت المكان وزبطت المكان وهستقبل كتكوت التسمين بس قبل ما استقبل كتكوت التسمين انا كان عندي دورة شغالة يعني ايه يعني في عندي سماد موجود في الارض في عندي عاملة تطهير لازم اطهرها بالنسبة للمزرعة هتهر بالفرمالين ولا تهر بالمنجنات ولا تهر بالكلور ولا تهر بالصابون كل دي وسائل انا بزيل بقايا الدفعة السابقة بزيل كلها وبنضف الادوات وبنضف المعالف وبنضف المسائي وبنضف الحطان وبنضف ارضية العنبر وبعد كده بعمل عملية تبخير للعنبر قبل وصول الكتكيت بتلت اربع تيام بقى انا كلها زبطت كل الدين كلها ثم بعد ذلك بخش في مرحلة تانية ان انا بقى استقبل الكتكوت بس قبل ما استقبل الكتكوت لازم اكون مجهز له كمية حرارة منضبطة اللي هي نفس درجة حرارة اللي خارج منها من عملية التفريخ او بيخرج من عملية التفريخ على درجة حرارة كام تمام برافو من 34 الى 35 درجة يبقى انا زبط درجة الحرارة عندي بيكون داخل العنبر لاستقبل كتكون تسمين على 34 او 35 درجة كذلك بزبط نسبة الرطوبة من 60 الى 70% وبزيل كل الاتربة في داخل العنبر زي ما انت شايف معايا في الصورة بعد ما زيلت البقاية الدفعة السابقة ابدأ اجري عملية التطهير ومباجري عملية التطهير الغرض منها ايه عن التطهير ان انا بتخلص من مسببات الامراض نفترض ان فيه دفعة كانت موجودة عندي قبل كده كان فيها اي نوع من انواع الامراض يبقى ما تعديش الدفعة التانية اللي انا هستقبل فهن كتكون تسميني ايه الدفعة اللي هي اللاحقة يبقى انا بتهر لهذا السبب ثم بتخلص من الحشرات التي تكون قد عالقة باحد اركان العنبر او احد اركان الحزيرة او التفليات الموجودة في داخل العنبر وفي نفس الوقت بتهر دورات المياه ودورات الاقامة يبقى انا طهرت العنبر كله وفي نفس الوقت بحط حاجات يعني بعمل حفرة في داخل العنبر عشان خاطر اسمها المغتس بحط فيها كمية معينة من الادوية او من المطهرات زي الفورمالين او من جهة البوتاسيو او ان انا بحط اليوت اي نوع من انواع المطهرات عشان اجا ما خشت العنبر يبقى انا اضع رجلية في قلب داخل هذه الحفرة يبقى انا طهرت اللي هو الاحزية وببدأ اتعامل داخل العنبر عشان ابدأ اشوف العنبر يحتاج ايه او ان انا عمل عمليات داخل هذا العنبر بعد ما طهرت بخسل العنبر بالماء جيدا بعد ذات المخلفات غسيل العنبر مرة اخرى وبطهر بمطهر اولي زي السابون والكلور ثم برش احد اركان العنبر بالمطهرات القوية ووضع الفرشة وغالبا في بعض المزارع بتكون مجاهزة الفرشة بتاعتك تكوت داخل العنبر زي نفسه عشان ما تيجي تبخر او تطهر العنبر يبقى الفرشة الاخرى مطهرة يبقى انا ما يحدث اصبات او امراض من خارج العنبر عن طريق الفرشة الى داخل العنبر يبقى عند الفرشة موجودة داخل العنبر يبقى بتطهر وبتنضف بطهرها ايه انا بحط البرمنجنات مع الفورمالين بيديني غاز وغاز الفورمالضهيل وغاز الفورمالضهيل بيبقى غاز آآ مفاز بالنسبة له الحشرات او لو فيه اي مسببات امراض موجودة داخل العنبر كذلك انا بحضر المسائل ومعالف وبخسلها وبنظفها عشان استقبل بعد كده كتكوت التسمين وبعمل منطقة تحضين لكتكوت التسمين بمعنى ايه ودي مهمة جدا يعني ايه ان انا بعمل منطقة تحضين لكتكوت التسمين هل انت لو انت مثلا في داخل عندك في داخل الشقة اللي انت موجود فيها او داخل الاقابة بتيجي في الصالة وتروح جاي رائد في جو ويكون برد كده من غير غطأ او مكان لا لازم تاخد مكان جوه في او احد اركان الشقة او انت اعمل قدت نوم بتخش بترقض على المكان بتاعك يبقى انت محافظ على نفسك كذلك كتكوت التسمين نفس الطريقة ما جيبش كتكوت التسمين لو انا مثلا عندي اه حوالي الف كتكوت تسمين او الفين كتكوت تسمين وعندي مساح للعنبر ميت متر او مية وخمسين متر ما مطلقهمش في داخل العنبر انا بعمل حاجز صغير في داخل العنبر وبعد يوم اتنين تلاتة ابدأ اوسع هذا المكان لحد ما العنبر ينتلي بس على فترات لحد بتاعة العنبر اللي احنا هنشوفها فيما بعد تبقى انا طهرت العنبر وزبطت العنبر ومية مية بقى العنبر تمام بابدأ اوزع المسائي واطباق العرب بما يتناسب مع عدد الكاتيجيت اللي انا جايبها نفترض ان انا جايب جايب الف نفترض ان انا جايب الفي نفترض ان انا جايب خمس ومية وخلي بالك الظاهرة دي انتشرت جدا 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 في عندنا في الريف المصري بقى في داخل الكرة وداخل البيوت ان كل ست بيت او كل ربة منزل بتجيب حسنا حوالي 20-30 كتكوت وتبدأ تسمنهم لمدة 35 يوم او 40 يوم اذا بتطهر المكان بمفس الطريقة زي ما المزارع الكبيرة بتطهر لازم انت ساعدتك برضو تطهر وتنظف العنبر وتخسل العنبر وتخسل المكان اللي هو موجود فيه وتزبط درجة حرارة وتعلق الترموميت وتوزع المساء والمعالف بحيث حسب الحجم وحسب عائل الكتكوت اللي انت ساعدتك جيبها كذلك بضع سطارة لعزل منطقة التحضين عن باقي اجزاء العنبر انا جيت في مكان من العنبر وروحت جاي فاصل كده عن طريق السطارة وبحجز عليهم وبشغل الدفايات اللي هي موجودة عشان بزبط درجة الحرارة بتحت عن 35 درجة او 34 درجة وبزبط الرطوبة عن 60 الى 70 درجة عن طريق ان انا حضمت يعني كلمة تحضين انت بتحضن على حاجة او بتحتاط هذا الشيء بعد كده بتبدأ انت تتسع سنة 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 حسب ما الكتكوت يزيد وفي نفس الوقت انت بتوسع عدد المسائي وبتقطر عدد المعالف حسب حجم الكتكوت ما يكبر او مدى انتشار هذا الكتكوت ثم بضع الدفايات بالطريقة السليمة حسب نوع الدفاية سواء كان عندي دفايات اللي هي زيت او دفايات كهربائية ايا كان نوع الدفايات او دفايات عن طريق الغاز كل دي اما هم توصل درجة الحرارة بتاعت ساعتك عند 34 الى 35 درجة مقوية ولو وصلت درجة الحرارة من 34 الى 35 درجة مقوية لازم الرطوبة توصل معها من حوالي 65 الى 70 درجة مقوية كذلك بشغل الدفايات قبل ما استقبل الكتكوت بحوالي من 6 الى 12 ساعة حسب حالة الجو انا جيت عندي جو مثلا معتدل يبقى انا بقلل اللي هي المدة اللي انا حط فيها الدفايات قبل بداية التسمية لو انا جيت عندي فيه مثلا هرب في الشتاء وهرب في فصل يعني البرودة شديدة يبقى انا قبلها بحوالي 6 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات لازم اضفي ادف المكان عشان خطر ان ما هيستقبل كتكوت تسمين لان درجة حرارة كتكوت تسمين في البداية بتكون من 34 درجة ل 35 درجة درجة مقوية اللي هي الدرجة الحرارة اللي هو طالع تمام اللي هو طالع عليها كتكوت من عملية التفريخ او من مفقص في المعامل التفريخ ثم بملأ المعالف والمسائب الماء مع وضع الفيتامينات بها بنسبة 1 سنتي لتر قبل الاستعمال بحوالي 4-6 ساعات معنى ايه الكلام ده يعني ايه ملء المسائي وملء المعالف انا ما جيبش الكتكيت وروح جده حالة في قلب العنبر وبعد كده ابدأ اشتغل لما حط المعالف وحط المسائي وحط المية لا ده انا بجيب بكتكوت وبدخل الكتكوت يكون انا ملئة العنبر بالمسائي او المعالف اللي هي موجودة عشان درجة حرارة الماء اللي هي موجودة داخل العنبر تكتسب درجة الحرارة اللي هي موجودة ما يكونش انا بقدم كتكوت جاي مجهد واقدم له مية مباشرة كده اذا المية بتبقى ساعة يبقى المية بتكتسب درجة حرارة العنبر اللي هي موجود اللي هي 34 الى 35 درجة مقوي في بعض المزارع او في بعض المربين بيعمل ايه هو كتكوت جاي من منطقة مثلا بعيدة يعني من حوالي 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو حسب المنطقة اللي انت جايب منها كتكوت الكتكوت جاي مجهد فعشان الكتكوت جاي مجهد انا عايز ارفع المناعة بتاع الكتكوت اللي هو موجود يعني ايه ارفع المناعة عايز ارجع له الحيوية بتاعته تاني فبعض المزارعين او بعض اصحاب المزارع بيضع مع الماء اللي هو في اول يوم سكر فيه المية بيدوبه عشان خاطر الكتكوت ليشربه عشان يرفع الاجهاد او يمنع الاجهاد بتاع الكتكوت وحالة الكتكوت تستقر زي ما يكون مسلا انت في عز الحرارة جاي من برة وداخل جوه فبتشرب عندك في البيت شوت مية عشان جسمك يهدى نفس الطريقة كتكوت جاي مجهد فلازم بيدلوا مية بسكر وفي بعض الناس بتعمل ايه عشان ما تحطش مية بسكر ممكن تحط عسل او تحط فيتامينات حسب الطريقة المتابعة لان في هناك طرق كتيرة جدا بالنسبة لعملية التسمين بتختلف من طريقة لطريقة لطريقة او بتختلف من الدكتور زي ما انت ساعدتك روح تكشف عن الدكتور يقول لك العلاج دوت غير العلاج ده لا ابدأ بدا اشتغل بدا كل واحد له طريقة لان بصراحة مجال التسمين نطاقه كبير جدا ووسع جدا وكل زي ما نقول كل شيخ او كل واحد بيبقى له طريقة او كل مهندس زراعي بيبقى له طريقة او برنامج معين في التسمين الكتكي بختار كتكوت التسمين مجهة اختار كتكوت التسمين انا مفروض انا روح تجيبته من المزرعة اللي هي موجودة او من المعمل نفطرد انا ما جبتش الكتكوت من المعمل لكن في واحد هو اللي جاب لي متعاهد اللي جاب لي كتكوت التسمين وجابه لي عندي لحد قبل بدخله العنبر جوه لازم اختار اشوف شكل الكتكوت التسمين ده ايه هل السرة اللي هي الفتحة اللي هي المجمع الاخرانية هل عليها طبقة من البراز او في انسداد يبقى ده الاسلح لعملية التسمين يبقى عنده في اللحظة ده التهاب سرة هل الجناح مهدول بالنسبة ليه كتكوت التسمين انا بحط الكتكوت وبدأه على الارض لو الكتكوت كده وقف مكان وصيبت مكان وبدأ يتحرك يبقى كتكوت شغال لكن لو وقف الكتكوت ليه مش قادر يوقف عليها معنى ذلك اللي هيصلح ليه عملية التسمين يبقى انا براعي انه بشتري الكتكوت من مصدر موصوق به ان تكون هذه الكتكيت من اباء وامهات خالية من الامراض وزن البيض اللي هو خالج منه الكتكوت من حوالي ستة وخمسين جرام زي ما قلت لك في البداية خالص ان انا بدخل البيض في مكان التفريق على وزن خمسين لسبعين جرام اقل من خمسين او من خمسة وخمسين جرام لا يصلح لعمل التفريق وفي نفس الوقت مش هينطق كتكوت سليب زيتها حجم ولون واحد ما يكونش فيه عندي كتكيت الوان مختلفة اشكال مختلفة في داخل النوع الواحد يبقى معنى ذلك ان فيه عندي انعزلات موجودة فيه كتكوت التسمين يبقى الميكس ما عمل الكتكوت التسمين يبقى لون واحد كله نفسي لون كتكوت التسمين كذلك بشوف تريش جيد وتكون الكتكيت جفة يعني ايه بشوف تريش جيد وتكون الكتكيت جفة طبعا انت تعرف الكتكوت الجفة ازاي انت بيتلاقي الشعر اللي هو موجود على جسم الكتكوت لو لدي الشعر الموجود على جسم الكتكوت مبتل معنى ذلك ان الكتكوت دوت ما كتملش مرحلة التفريق داخل المفأس قبل ما يخرجوا من المفأس احنا لازم يقعد في المفأس من يوم الى يومية عشان يجف في العرق بتاع الكاتكوت يبقى الكاتكوت عرقام انا لو لقيت اي ظاهرة جسمه مبلول اعرف اشكى عطول اقول ان فيه امراض بالنسبة للكاتكوت اقول ان المكنة اللي هي كان موجود فيها الكاتكوت يبقى فيه عيف في درجة الحرارة فيه عيف في نقل الكاتكوت من المفرخ الى المفأس كذلك انا بستبعد الافراد الضعيفة اللي هي بها عيوب خلقية يمكن قلتلك عليها بتلاقي فيه اعوجاج في الارجل فيه اعوجاج في الفاخد فيه اعوجاج في الاجنحة فيه اعوجاج في الركبة فيه عندي برضو تاني اللي هو التهاب السرة ده بشوفه بالنسبة لي كاتكوت التسمين كاتكوت التسمين من ساعة بيخرج من البيضة لحد ما يبدأ انه يتغزى ممكن يمتص الغذاء اللي ما هو موجود من البيضة لمدة 24 ساعة عشان كده بنقول ايه بنقولنا لو بحضر له كمية مية بسكر او بحضر له كمية فيتامينات موجودة او بحضر له عسل اسود في قلب اللي هو المية وبدخل العسل قبل 6 ساعات او 8 ساعات من دخول عملية الكاتكوت داخل العامة يبقى انا بستبعد الافراد الضعيفة بستبعد الافراد فيها عيوب خلقية بستبعد التهاب السرة التواء الارجل تهدل الاجنحة او العامة بستبعد الكاتكيت التي بها تشوهات فيها المنكار في بعض الكاتكيت ممكن يطلع فيها تشوهات في المنكار هيقول لي ازاي تشوهات في المنكار ممكن المنكار طبعا معروف ان هو المنكار بيبقى مستقيم ومنحني الامام مدبب ممكن تلاقي فيه ايه عوجات للمنكار يبقى انا في اللحظة دي بستبعد هذا الكاتكوت انه لا يصلح ليه حملية التسمين لانها يتعبني مش هيزيد معاي في الوزن لان انا في النهاية ايه انا برمي قدي ايه علف عشان اخد قدي ايه لحم يبقى انا شغال اقتصادي يبقى انا ما جيبش كاتكوت فيه وجات في المنكار عشان خطر انه بعد كده انه هيزيد معدل التسمين بتاعه او انه يقل معدل التسمين بقى انا هو يأثرلي على التكلفة الاقتصادية او الجدول الاقتصادية بالنسبة لي كاتكوت التسمين كذلك الكاتكوية التسمين ساعة ما جيبه بيكون معاه شهادة ضمام من المعمل اللي هو أستنبت هذا الكاتكوت او اللي هو فرخ هذا الكاتكوت بيكون واخد تحصين ميرك او نيو كاسل او الفرونزا اللي هو الفرونزر خنزير او الفرونزا تيول او كل التحصنات اللي احنا محتدين عليها يبقى لازم يكون واخد الميرك او واخد نيو كاسل انا عايز استقبل كاتكوت التسمين يعني ايه هاخده الكاتكوت ودخله داخل العمر انا خلاص فرست الكاتكوت واخدت اختار الكاتكوت السليم ودخله داخل العمر بس قبل ما استقبل كاتكوت التسمين براع مجموعة برضو من النقاط بتنكر الكاتاكيد في السنديك الكرتون الخاصة بها وتستعمل لمرة واحدة فقط بمعنى ايه في بعض المزارع بتنقل هذه الكاتاكيد في سنديك زي الكاتاكيد بتاعت الشبس بالزبط بسبقها لها كاتاكيد مجهزة وفيها فتحات هواية بسيطة ممكن اخذ الكاتاكيد ودخلها داخل العنبر وبفتح الكاتاكيد مكانها واسيبها مكانها خلاص شكرا تلاقي الكاتاكيد يبدأ ان هو ينتشر او يبدأ ان هو يتوغل في قلبي داخل العنبر ويعيش مع نفسه بعد يوم اروح شال الكرتون وروح رميها خارج العنبر طبعا يكون مجهز اللباء اللي هي موجودة فيها الاكل وفيها العلف والمسائي والمعالف ودركة حرارة ورطوبة كل الحاجات دي يبقى جاهزها وساعات في بعض الناس بيستخدم في نقل الكاتاكيد سنديك بلاستيك زي ما احنا شايفين مع بعض هنا كده في الصورة هذا الصندوق بيسع الى 100 كاتاكود او 150 كاتاكود بيدخله داخل العنبر ويبدأ ان هو يفرغ الكاتاكود في داخل العنبر او داخل مكان التحضين اللي انا هبدأ احدا فيه كاتاكود التسمين بتمكن الكاتاكيد بصفة عامة فيه الصباح الباكر او عند الغروب ما بنقلش فيه اثناء وقت الظهيرة خصوصا لو عندي ارتفاع في درجة حرارة عالية لكن انا لو عندي جو شتاء معتدل كويس ممكن انقلها فيه خلال النهار عشان درجة الحرارة بتبقى في وسط النهار فيه اثناء الشتاء بتبقى كويسة بخلاف ان هي بتكون في الصيف بتبقى درجة الحرارة عالية اثناء وقت الظهيرة لان لو نقلت الكاتاكيد اثناء وقت الظهيرة مع زحمة الكاتاكيد ممكن يؤدي الى كسير من النفوء في داخل الكاتاكيد المشترى تنكر الكاتاكيد فيه سيرات هذه السيرات بتكون مجهزة بتدفئة مناسبة شتاء وتهوية جيدة في فصل الصيف بس تقبل الكاتاكيد فيه سرعة ودقة مباشرة بعدت كليل من المعطيات بايه بس تقبلها ازاي درجة الرطوبة بيكون ستين لسبعين في المية زي ما تحدثنا مع بعض فيها الحرارة من اثنين وتلاتين لتلاتين درجة مقوية التهوية بتكون ساكنة يعني انا بدخلش كاتاكيد وعند شبيك مفتوحة بتاعة العنبر وتارات هوقية موجودة لا بكل الهواء ساكن معتدل في داخل المكان يبقى ما فيش اي هواء داخل العنبر عشان ما يقديش بعد كده الى نزلات البرد ويقول الكاتكوت عنده التهاب تنفسي وبعد ذلك يقديل الى مشاكل فيه عملية التسمين اللي هي الزواهر اللي بتحصل فيه اثناء مراحل التسمين كذلك الاضاءة يجب تكون قوية اثناء مرحلة التحضير او مرحلة استقبال الكاتكوت التسمين ساعة كاتكوت يشوف الاضاءة الكويسة الموجودة ودرجة الحرارة او درجة الرطوبة اثنين وتلاتين لدرجة مقوية الرطوبة والستين لسبعين في المية يبدأ ان هو كاتكوت يتكيف او يتلقى مع العنبر او مع مكان التحضير لو انت لقيتك كاتكوت منعزل على جنب في احد اركان العنبر تعرف ان درجة الحرارة عالية يعني كاتكوت بعيد عن الدفاية لو لقيتك كاتكوت داخل العنبر او متجمعية داخل العنبر داخل او تحت الدفاية معنى ذلك ان عندك فيه برودة فيه داخل العنبر يبقى انت تشوف DingT فانت لازم تعرف درجة الحرارة بتكون من ثنتين وتلاتين إلى ثات وتلاتين درجة مقوي طب الكاتكوت بيحتاج درجة حرارة طبعا بيحتاج درجة حرارة ايه هي الاحتياجات والتجهيزات اللي اما هاجهزها لكاتكوت التسمين اما يدخله في مكان التحضير او في عنبر التحضير بس تعبد الكاتكوت التسمين على درجة حرارة ثنتين إلى ثات وتلاتين درجة مقوية وبقلل درجتين مئوية أسبوعيا حتى تصل إلى 24 لـ 25 أسبوع يبقى كل أسبوع بنزل درجتين معنى إيه أنا النهاردة اشتريت الكاتكوت مثلا 1-3 درج الحرارة عندي 32-33 درجة مئوية يوم 7-3 أقلل درجتين يوم 15-3 أقلل كمان درجتين يبقى أنا وصلت 15 يو يبقى درج الحرارة هنا كده كم هتبقى حوالي 28 أو 29 أما يصل إلى نهاية التسمين يعني يبدأ إذا الكاتكوت يريش على جسمه كلما الكاتكوت يريش على جسمه كلما هو يتعامل مع درجة الحرارة الطبيعية عادة لكن طوله من الكاتكوت ما هو مش موجود عليه ريش أو الريش لسه ما اكتملش يبقى أنا لازم أصبت درجة الحرارة بتكون 32 درجة مئوية لـ 33 درجة مئوية ثم بعمل حواجز أسفل مصدر الحرارة لتجميع الكاتكيتين زي ما بقولك أنا تحتها ودبان حصولها على الدفت عند استعمال الدفايات الشمسية بيخصص لكل دفاية 400 إلى 500 كاتكوت في بعض الدفايات شمسية كبيرة كده زي الطبق بتحط مقلوب الطبق دوت بيسع إلى 400 إلى 500 كاتكوت بس شوف انت النطاق اللي انت جايبه قد ايه أو المساحة اللي انت عندك موجودة في العنبر يبقى إذا درجة الحرارة موجودة في العنبر حسب المساحة اللي انت عندك موجودة وحسب عدد الكاتكيتين اللي هي موجودة داخل العنبر وفي نفس الوقت بتزبط درجة الحرارة على 32 إلى 35 درجة مقوية بتوضع حواجز ايضا تجميع الكاتكيتين على بعد حوالي 75 إلى 90 سنتي خارج حدود الدفاية وتبعد حوالي 20 سنتي بعد 10 تيام بتزول هذا الحاجز ويبدأ الكاتكوت يتلاءم مع العنبر أو في مكان التحضير في الأسبوع الأول من العبر بيكون حوالي درجة الحرارة 32 إلى 34 درجة مقوية الأسبوع الثاني من بداية دخول الكاتكوت داخل العنبر بيكون 28 إلى 32 درجة مقوية في الأسبوع الثالث بتكون 25 إلى 28 درجة مقوية و25 إلى 28 درجة مقوية في الأسبوع الثالث يبقى الكاتكوت كده بقاله حوالي 21 يوم يبقى قطع نص مرحلة التسمين يبقى الكاتكوت يريش على جسمه يبدأ يتعامل مع درجة الحرارة الموجودة خارج العنبر وداخل العنبر طالما غطى الريش بتاعه بس منعا عدم الطيارات الهوائية داخل العنبر بدخلش طيار هوائي مباشرة للكاتكيت ممكن في بعض المزارع دلوقتي حاليا بتعمل الشابيك على شكل شيرينجهام بتفتح طبعا إلى أسفل يبقى الهواء بيدرب في سطح العنبر من فوق ويبدأ الهواء ينزل في داخل انتشار العنبر طب الرطوبة أيضا من ضمن اللي هي التجهيزات اللازمة في داخل العنبر الرطوبة هو عامل مهم جدا في عاملات التنفس بالنسبة ليه كاتكوت تسمين والحياته الانتاجية لأنه بتحكم في بخر مياه الجسم الكاتكوت فزياداتها بتعرض الكاتكوت إلى ماكس وفي نفس الوقت بتعرض الكاتكوت إلى جفاف بمعنى إيه؟ انت لو دخلت داخل العنبر ولقيت درجة الحرارة عالية بتلاقي نفسك انت جسمك عرق مش هتقدر تاخد نفسك لأن الأكسجين قل فانت لازم تزبط درجة الحرارة من 32 درجة موية ورطوبة عند هذه الدرجة بتكون من 60 إلى 70% أي خلل في الاتنين بيؤدي إلى زيادة الرطوبة وبيؤدي إلى امتصاص الأكسجين اللي هو موجود خصوصاً لو فيه بلل في أحد أركام الحزيرة أو أحد أركام مكان التحديد أو حوالين المساء وحوالين المعالف اللي هي موجودة فيها يبقى لو فيه بلل بيؤدي بعد كده إلى انتشار الكوكسيديا وارتفاع نسبة الرطوبة يبقى تكون مش قادر ياخد نفسه وفي نفس الوقت بيؤدي ارتفاع نسبة الأمونيا في داخل العنبر أنت ساعتك مش قادر تشم من ريحة العنبر اللي هو موجودة أو المكان بتحس فيه اختناء ليه؟ لأن الكاتكوت عمال يأكل وعمال يخرج وفيه عندك رطوبة الرطوبة بتزود معادل الأمونيا بتلفع للنشادر اللي هو موجود أنت بتقلل في نفس الوقت الأكسجين اللي هو موجود فلازم تسحب الأكسجين فمش قادر الكاتكوت يتنفس بيحصل للكاتكوت اختناء على طول مباشرة يبقى لازم نزبط درجة الحرارة أيضا بذبط درجة الرطوبة بتكون من 60% ل70% مع عدم وجود روائح كريهة داخل العنبر لو لقيت أي روائح داخل العنبر مباشرة لازم أجيب جير مطفي وأبدأ أرش الجير في داخل الحزيرة للجير بيمس غاز النشادر اللي هو موجود أو بيمس الأمونيا اللي هو موجودة وببدأ بعد كده لو لقيت خلل في داخل العنبر لو فيه جزء من أركان داخل العنبر أو داخل مكان التحضين في رطوبة بجيب شوية نشارة موجودين وحطوهم أو ضحهم فيه هذا المكان وممكن أشير هذا المكان وحط نشارة جديدة في داخل يبقى نشارة جفة عشان بترفعش نسبة الرطوبة وفي نفس الوقت تأدي إلى ارتفاع نسبة الأمونيا بالنسبة ليه كتكوت التسمية كل دي المشاكل اللي بتقابلها أثناء عملية التسمية كزالة في عندي تانية تهوية يعني ايه التهوية بدخلش طيار مباشرة هوائي مباشرة نحن قلنا الشبيك بتكون على شكل شرينجهام بسمح بطيار هواء يخش العنبر بس طيار غير مباشر على هذه الكتكيت التهوية من العمل الهمة جدا للكتكوت ان التهوية بتعمل على تجديد الهواء والتخلص من الغازات الضرة ثم التهوية في عمر أول ثلاثة أيام لازم يكون الهواء ساكن بالنسبة لكتكوت التسمية لان لسه جسمه ضعيف لسه ما اكتملش وفي نفس Yangdan هو ببدأ لسه بيتغذى على المح اللي هو موجود المح اللي هو السفار بتاع البيضاء اللي هو خلج منها الكتكوت بيبدأ كتكوت يقعد 24 ساعة بل ممكن يقعد 12 ساعة انه هو يتغذى على السفار اللي هو موجود في داخل الصرة بالنسبة لطائر التسمية الاضاقة بالنسبة للكتكوت التسمية يعني ايه الاضاقة بالنسبة للكتكوت التسمية في العمر الصغير اول 3 ايام بتكون الاضاءة لمدة 24 ساعة ثم يتم عمل ساعة واحدة زلاق يعني ايه بخلي الاضاءة طوالي موجودة وممكن اطفي ساعة واحدة خلال اليوم بس اطفي الساعة واحدة خلال اليوم ما اطفيش الساعة دي خلال اليوم عند الغروب او بالليل لا بطفيها اثناء النهار لان بيحصل ارتخاء للطائر ما بيجهدش في نفس اللحظة وفي نفس الوقت ما قلل لعدل ساعة الاضاءة يعني ساعة يوميا بيرفع بعد ذلك من كفاءة عملية التحويل بالنسبة لطائر التسمين كذلك في عندي برامج للاضاءة كتيرة في برامج متصلة وفي برامج متقطعة يعني ايه متصلة ومتقطعة في بعض الناس بتجيب اللي هو اللومد اللي هو النيلو اللي هو الاشعاع اللي هو الصفرة دي مفيدة جدا بالنسبة لطائر التسمين في اضاءة متقطعة يعني ممكن يشغل ساعة ويبطأ ساعة يشغل ساعة ويبطأ ساعة بس يشغلها امتى? اثناء وقت اللي هو في النهار لكن ما يقدرش يبطأ ساعة ويشغل ساعة في اثناء الغروب او بالليل لكن بيعمل الحركة دي امتى? بيعملها في اه مرحلة الظهيرة او اثناء طول النهار طب الفلشة بالنسبة تكون تسميت يعني انا هحطي فلشة قد ايه? الفلشة هنا بتختلف ساعاتك من الصيف الى الشتاء بمعنى ايه? ان في الصيف بتكون درجة الحرارة الكويسة سواء خارج العنبر وداخل العنبر انا مزبط الدنيا تمام تمام? درجة حرارة عندي اتنين وتلاتين لتلاتين درجة مقوية ورتوبة من ستين لسبعين درجة مقوية يبقى انا ما مكترش سمك الفلشة بالنسبة في فترة السيف بتكون حوالي خمسة سنطي لكن برفع سمك الفلشة امتى? برفع سمك الفلشة في الشتاء بيخليها حوالي سبعة سنطي عشان تدفي الكاتكوت وبترفع معدل الحرارة بالنسبة للكاتكوت اثناء اه فصل الشتاء وانت ساعتك لو انت جيت لكاتكوت تسمين ومسكت جسم ورفعت كاتكوت تسمين بيتلاقي درجة حرارته حوالي ستة وتلاتين بل بتصل ايه تمانية وتلاتين درجة مقوية اكتر من درجة حرارة العنبر ليه? لان هو بياكل تغزية بياكل علف فيه نسبة بروتين عالية فبيهدم فشغال فبص تلاقي الطاقة البولوجية عنده عالية تلاقي جسمه جسم الكاتكوت سخن او برتفع في درجة الحرارة يبقى سمك الفلشة عندي هنا من خمسة سنطي الى سبعة سنطي وتختلف من الشتة الى الصيف في الصيف حوالي خمسة سنطي وفي الشتة حوالي سبعة سنطي. طيب بالنسبة للتغزية والمعالف بالنسبة ليه كاتكوت التسمين. هغزي ازاي? انا رجل مش عارف اغزي ازاي? جبت كاتكوت التسمين واخترته واشتريته تمام تمام. وطيق ان هو خالي من العيوب ومية مية وحيويته عالية ومطابك للسلال. طيب انا عايز اغزي. اغزي اجيب له علف كده اقول له اي نوع من العلف كده اغزيه? لا انا عندي تلات انواع من العلف. في عندي بادي. في عندي نامي. في عندي ناهي. يعني ايه بادي? ويعني ايه نامي? ويعني ايه ناهي. البادي عامل زي العلف اللي انت او الاكل اللي انت بتغزي به الطفل. الطفل لسه مولود. بيأكل ايه? بيأكل طبعا بيرضع لبت. سواء من من سدي الام او ان انا بجيب له لبت من خارجي فيه ارتفاع نسبة البروتين موجودة عالية عنده. فعشان خطر ان الكاتكوت انه يزيد معدل سلوة النمو. ويزيد معدل الطاقة الانتاجية بتاعته. فبدلوا عليقة بادئة من عمر يوم حتى عمر 15 يوم. يعني انا بقعد خمستاشر يوم بدي له علف بادي. نسبة البروتين 23 الى 24 في المية. يبقى في العلف البادي نسبة البروتين هنا 23 الى 24 في المية. طيب العلف النامي. نسبة البروتين بتقل. لان انا اه لو لو انا بديت على في بادي هبصة تلاقي اللحم يكتر العظم التاع الكاتكوت يبدأ ان هو يقل لكن في المرحلة بعد 15 يوم انا عايز اكون الكلسم اللي هو موجود عشان يقدر يشيل اللحم اللي هو موجود على جسم الطائر او على جسم كاتكوت التسميه فبدأ عليه امامي من عمر 16 يوم الى عمر 30 يوم العلاقة دي بيكون محتوي على نسبة 21 الى 22% بروتي وطبعا انواع العلاقة كلها بتختلف من شركة الى شركة او من مصنع على مصنع او من منتج الى منتج بس تركيبة العلف سابتة او بتكون واحدة بالنسبة لطائر التسميه العليقة الناهية يعني ايه ناهي كلمة ناهي انا وصلت الى نهاية برحلة التسميه بمعنى ايه انا عدت ال 31 يوم يبقى انا مش محتاج ان انا اعرف عن نسبة البروتين هو خلاص الكاتكوت بدأ ان هو يبقى على جسمه ولحم والعظم بتاعه موجود انا بدي علف ناهي لان نسبة الكربوهايدرات في العلف الناهي بتزيد لكن بتقلة عندي نسبة البروتين اللي هي الفول الصغير بالنسبة لذاخر العليقة لكن في العلف النامي او العلف البادي نسبة البروتين بتبقى برتفعة لكن نسبة البروتين في العلف الناهي بتكون من 18 او ممكن تصل الى 17 الى 18% واحيانا بتصل الى 19% بروتين يبقى عندي كده بالنسبة لطائر التسميه في عندي 3 انواع من العلاق في بادي في نامي في ناهي البادي نسبة البروتين من تلاتة وعشرين اربعة وعشرين في المية. وبديه لحد مدة اربعة وعشرين اه خمستاشر يوم. بعد كده النامي بديه من عمر الستاشر يوم حتى تلاتين يوم. نسبة البروتين بتكون من واحد وعشرين الى اتنين وعشرين في المية. اما يصل الى تلاتين يوم في العلف البادي ابدأ اوكل في العلف النامي ابدأ ان انا اوكل بعد كده اللي هو العلف النامي. لان انا عايز بعد كده عايز دهنة. دهنة على جسم الطائر. دهنة على جسم الطائر بيجي من الهتة تمام برفع عليك بيجي من الكربوهايدرات الكربوهايدرات عندي موجودة فبتتحول الى دهون داخل جسم الطائر فده في الاخر مرحلة التسمين اللي هي بعد 31 يوم واحيانا بتصل الى حوالي 35 او 40 يوم بالنسبة لطائر التسمين وبكل نسبة الموتين 18-19% ولكن في حاجة هيمة انا بقول بادي ونامي وناهي الماجئ اقطع نوع العلف احط مثلا النهاردة حتت علف بادي 15 يوم هاجي مباشرة كده اروح اقطع العلف البادي وروح جاي حط العلف النامي لازم اعمل عملية التدريد احنا قلنا زي الطفل انت الطفل بتديله باك بيأكل اللبن او بيرضع اللبن بعد كده بتديله باك وبسكوت عشان خاطر ان هو ليس تسناله طرية بعد كده بتديله خلاص شكرا دخل على الاكل اللي هو الطبيعي اللي هو بيقدر يتناول نفس النظام كتكون التسمين كتكون التسمين بتديله في البداية علف بادي علف نامي وبادي وبعد كده بيأكل حاجة يحط العلف اللي هو انها في مرحلة عملية التسمين اللي هي بعد 31 يوم يبقى انا رازم ادرج عند الاتقال من العلف البادي الى النامي الى النامي طيب انا رجل مش عارف ان انا ربك اتكون التسمين ازاي فبخصص له قد ايه احط كم معلفة كم مسئة والمسئة دي التسع اللي كم طائر يخصص له كل كتكون مساحة اتنين ونص ثلاثة سنتيمتر من المعلفة في بداية حملية التحضير يبقى لو انا عندي الطبق القطر التي عندي او المسئة عندي حوالي 25 سنتيمتر يبقى محتاجة 10 كتكيت اتنين ونص سنتيمتر لكل طائر لو انا عندي بعد كده بزود 5 سنتيمتر عند عمره اسبوعين و7 ونص سنتيمتر بدءا من الاسبوع السابع يبقى انا كل مكتكوت حجمه بيزيد كل ما بوسع المسائي وبوسع المعالف داخل العنبه بس ما بحط المسائي وبحط المعالف داخل العنبر بحطها زي على لجل الغراب يعني بالتبادل ما حطش مسائي 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 وبعدين معالف 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 لا بحط مسئة ثم معالفة ثم مسئة ثم معالفة يعني بالتبادل فيه داخل اركان الحزيرة او داخل العنبر او داخل مكان التحضير وبوزع المعالف والمسائي بالتبادل داخل حجرة التحضير بعيدا عن الدفاية عشان ما تقاشل مياه سخنة اوي بالنسبة للدفاية عشان خاطر الدفاية بتبقى الرجل الحرع القريبة منها بيبقى عالية فببعد المسأة او ببعد اللي هي المحلفة عن ماكن الدفاية. كفاءة التحويل الغذائي. احنا قلناها في البداية. يعني الطائر بياخد قد ايه علف? اللي هو معامل التحويل واحد الى اتنين في المية. فكمية العلف اللي بيستهلكها الطائر بالكيلو جرام لانتاج كيلو لحل. دي شمهها كفاءة كفاءة التحويل. يبقى كم كم كيلو علف عشان يديني كم كيلو لحل. عشان بعد كنت انت بقى تبقى انت ساعدتك حاسبها. انا جبت الف كاتكوت. يبقى مع لذلك الالف كاتكوت مثلا هيكله اربعة طن او من تلاتة ونص طن الى اربعة طن علف. يبقى انا عارف جدوى الاقتصادية بتاعتي. وعارف نفس الوقت الادوية هيخدها قد ايه او هيحتاج قد ايه. يبقى دي اسمها كلها كفاءة تحويل. كمية العلف التي يستهلكها الطائر بالكيلو لانتاج كيلو واحد من اللحن. فمعامل التحويل الكياسي في حال بداري التسمين بواحد وسبعة من عشرة الى اتنين واثنين من عشرة. لو حصلنا على هذا الرقم في نهاية دورة التسمين يبقى ازا الكاتكوت ده او طائر التسمين من السلالات القياسية في انتاج كاتكوت التسمين. طيب وزن الدجاجة في حالة تسمين عن تسويق واحد وتمية كيلو في عبر خمسة واربعين يوم. حسب السلالة القياسية الموجودة. بتستهلك هذه الدجاجة في هذه الفترة الانتاجية في حدود اربعة واثنين كيلو جرام. يعني الدجاجة هتديني اتنين كيلو علف او كيلو تومنمائة جرام او كيلو تسعمائة جرام او اتنين كيلو. احنا قلنا المعامل تحويل واحد الى اتنين. يبقى هنا هتستهلك اربعة واثنين من عشرة. يعني اربعة كيلو ومتين جرام. اثناء مودة التسمين. عشان دي يطلع لي اتنين كيلو او اتنين كيلو ربع او اتنين كيلو ربع. حسب كفاءتك الطائر او حسب القدرة الوراثية او حسب النوع الكياسي بالنسبة لسلالة الطائر. كسافة التسكين. انا راجل ما عرفش ان انا احط يعني مسلا عايز اجيبك تسمين وربيه عندي. ما عرفش عندي متر في متر ياخد قد ايه. ولا العشرة متر ياخده قد ايه. ولا الالف متر ياخده قد ايه. بقى انا مصمم العنبر. اقول له ان عشرين كتكود في المتر المربع من عمر يوم حتى واحد وعشرين يوم. يبقى المتر المربع بيحتاج قد ايه? عايز عشرين كتكود لمدة واحد وعشرين يوم. ده المتر المربع. يبقى انت ايه درب بقى اشوف انت هتجيب مسلا الف. يبقى انت عايز مساحة قد ايه? العشرين كتكود محتاجين متر بالنسبة لكسافة التسمية. ثم خمستاشر الى اتناشر كتكود في المتر المربع من عمر واحد وعشرين يوم حتى نهاية عملية التسمية. لكن هنوصل هنا الى برنامج التحصينات او البرامج الوقائية بالنسبة ليه كتكوت التسمين من الخاصة مع بعض كده سريعا اليوم الاول من لحد اليوم الرابع بحط كولستين زائد فيتامين الف دال ثلاثة هي صباحا ثم بحط جرعة اخرى من البان فلاور في اليوم الخامس لحد اليوم السادس بحط البي كولين او معها فيتامين الف دال ثلاثة هي فيتامين الف دال ثلاثة هي بيرفع درجة المناعة وبيرفع حيوية الطائر بالنسبة لي كتكوت التسمين ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن العملات التي تجرى على كتكيت التسمين او العملات التي تجرى داخل مزارع التسمين عزائي ساعدنا بكم في هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة اتمنى لكم دوامة التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة